موسيقى العلاقات الأمريكية البريطانية بعد فوز ترامب تبدأ بعثارات دفلوماسية هل تنتظر الإصلاح أم مرشحة للتوتر تسعة أسابيع حتى وصول ترامب إلى البيت الأبيض هل ستبقى خارطة السراع في غزة ولبنان على حالها أم مقبلة على التغيير أهلا بكم في حلقة جديدة من تين داونيب ستريت ونبدأ من ملفنا الأول كتب الصحفي البريطاني أندرو مار ذات مرة جملة قال فيها إن بريطانيا نظرت إلى نفسها فجأة في المرآة ولم تتعرف على الوجه الذي كانت تحدق إليها الذكرة السياسية البريطانية لم يعد فيها سوى الماضي ونظرة الاستعلاء السياسي تجاه الآخرين حتى وإن كان حليفا مجربا أو صديقا مقربا وينطبق الحال على الجميع جيران الجغرافيا أو شركاء التاريخ الشراكة الثنائية الأهم في القرن العشرين أو ما يعرف بالعلاقات الأنجلو أمريكية لم تشفع لتغيير النظرة المتعالية التي يرى بها أساسة البريطانيون سيد البيت الأبيض القادم فبعد أن وصفت نائبة رئيس الوزراء البريطاني أنجلا راينر في السابق ترامب بالمهرج جاء وزير الخارجية ديفيد لامي ليقمل إفساد طبخة رئيس الوزراء كيريس تارمر والذي يسعى بدوره للتقرب من ترامب التوابل السياسية التي وضعها لامي تقول إن ترامب مخادع وغير صادق وكاره الأجانب ونرقاسي ومتعاطف مع النازيين القدد فكيف ستمضي العلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة في عهدة ترامب الثانية وكيف يمكن لكيريس تارمر أن يردم الهوة الدبلوماسية التي صنعها أركان حكومته اللافت هنا أنه منذ إعلان فوز ترامب صار ديفيد لامي مستعدا للرقص في حفل استقبال ترامب إذا جاء إلى لندن وهو الذي قال ذات يوم أنه سيقوم بالتظاهر والاحتجاج إذا زارها تلك هي طبيعة السياسة التي تلخصها الحكمة البريطانية القائلة كن مع الغالب حتى يخسر أما ترامب فيمكن أن يتعالى على منتقديه طالما أنهم يعملون في خدمته وهذا هو ما تعهد كيريس تارمر بفعله لأجل المحافظة على العلاقات الخاصة بين واشنطن ولندن هذه العلاقات تمثل ركيزة استراتيجية للبلدين أهم فيها أنها علاقات تابع لمتبوع علاقة سبقة وأن وضعها رئيس الوزراء السابق توني بلير في حلبة ملاكمة دولية قائلاً إنها تعطي اللكمات البريطانية قوة أشد لكن الثمن يكون باهضاً ويشمل سفقاً حقيقياً للدماء كما هو حاصل في أوكرانيا وفي دعم حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة وما لا تريد واشنطن أن تفعله بنفسها ترسل بريطانيا لكي تفعله وتتلقى الضرابات نيابة عنها كما يحدث الآن في الحرب ضد اليمن ترامب كان هو الذي أقنى حكومة المحافظين بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي مقابل توقيع اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بريطانيا انسحبت ورحل ترامب من عهدتها الأولى ويوشك جو بايدن أن يرحل ويعود ترامب إلى عهدة ثانية والاتفاق التجاري لم يوقع بعد ليعرف الصاحب أن صاحبه يقول أمريكا أولا وأنه اكتفى من حلبة ملاكمة بتلقي الضرابات ترامب ما نعرف بأنه يحب العائلة المالكة في بريطانيا فهل يحب حكومتها أو حتى يتعاون معها وهل تتحول علاقات التحالف الاستراتيجي إلى صدام تجاري المعروف أن ترامب يتذكر الخصوم جيدا فهل سينسى أو يتناسى هذه المرة ما قالوا عنه أساسة أم أنه ينتظر اليوم الذي يلتقي فيه معهم وقالوا امريكا أمريكا نجدد لكم التحية وكذلك لضيوفنا الكرام من لندن ينضم إلينا في استوديو القاهرة الإخبارية سيد أكرم عطلة الكاتب والبحث السياسي أهلاً ومرحباً بك ومعنا أيضاً من لندن سيد فيليب إنجرام عقيد سابق في الاستخبارات العسكرية البريطانية ونرحب كذلك بسيد جورج من واشنطن مستشار سابق أو عفواً من واشنطن معنا سيد جاستين توماس راسل مدير مركز نيويورك للشؤون السياسية والاستراتيجية أهلاً ومرحباً بكم على شاشة القاهرة الإخبارية أبدأ معك سيد فيليب إنجرام يبدو بالاطلاع على المستقدات بأن الرئيس الوزراء البريطاني كاريس تارمر يحاول بشكل أو بآخر تدارك أزمة ديبلوماسية مع الولايات المتحدة سببها له وزير الخارجية ديفيد لامي حينما قال عن ترامب كاره للنساء متعاطف مع النازيين الجدود كاره للأجانب كما اعتبروا تهديداً عميقاً للنظام الدولي البعض وصل ذلك بالاستعلاء السياسي البريطاني على ساكن البيت الأبيض الجديد هل يمكن احتواء هكذا موقف من قبل ستارمر على سبيل المثال من حزب العمال أيضاً برأيك؟ بأنه بالإمكان احتواء هذه الأزمة بسرعة كبيرة جداً نحن إذا رأينا بأن نائب الرئيس دونالد ترامب أدل بتصريحات سيئة جداً بخصوص الرئيس ترامب قبل أن يتم تعيينه نائماً للرئيس وأيضاً كان قد أدل بتصريحات والكثير أيضاً من أعضاء حكومة ترامب كانوا قد قالوا كلمات ليست جيدة بحق ترامب إن هذا أمر سوف يتم التعامل معه خلف أبواب مغلقة كيرس تارمر يدرك بأن هذه التصريحات قد تكون مسئة وبالتأكيد مثل هذه التصريحات تتسيد العناوين في الصحافة البريطانية ولكن الأمر ليس كذلك في الولايات المتحدة يعني ما نحاول أن نقرأه من خلال هذه التصريحات هو طبيعة العلاقة المستقبلية دونالد ترامب يعود مجدداً رئيساً للولايات المتحدة هل العلاقة الأنجلو أمريكية تتغير بتغيير ساكن البيت الأبيض وأتحول بهذا السؤال لسيد أكرم عطالله سيد أكرم هل العلاقة ستكون خطوة للأمام أو ربما خطوات للوراء يعني شكراً أستاذة جمانة على الاستضافة هو العلاقة تمر بفترات من التماثل التام وأحياناً نوع من الفتور هذا مرضه لطبيعة نظام الحكم في كل البلدين بمعنى أنه عندما يكون حزب المحافظين في الحكم في بريطانيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية الجمهوريين في الحكم وعندما يكون بوريس جونسون ودونالد ترامب من الطبيعة أن نشهد قدر كبير من التقارب عندما يكون المحافظون في الحكومة والديمقراطيون في الولايات المتحدة الأمريكية في قدر من التباعد الموضوع بمعنى أنه الآن سنشهد وهذه الأزمة بدأت نظرها حتى قبل الانتخابات إذا بتذكري مساعدو ترامب اتهموا العمال في بريطانيا نعم حزب العمال في بريطانيا بأنهم أرسلوا متطوعون أرسلوا متطوعين وذهبوا لدعم حملة الديمقراطيين بالحكوم وبالتالي هم أرادوا إسقاط دونالد ترامب بمعنى أنه بدأت الأزمة بين العمال وبين الجمهوريين حتى قبل أن تظهر نتائج الانتخابات بالولايات المتحدة الأمريكية هذا ما رده ليس فقط شيء شخصي بين الرئيس الوزراء البريطاني أو العمال البريطانيين وبين ترامب شخصيا وإذا ما نظرنا بشمولية للموقف وليس فقط طبيعة العلاقة ما بين ترامب وحزب العمال ولكن طبيعة نظرة ترامب ليس فقط لأوروبا يعني ليس فقط لدولة أوروبية بعينها وليس فقط نظرته تقاف بريطانيا ولكن حتى فيما يتعلق بالملفات المشتركة النات على سبيل المثال دعني أتحول لسيد جوستن سيد جوستن هناك العديد من الملفات المشتركة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب البريطاني نتحدث عن الحرب الروسية الأوكرانية نتحدث عن ملف الناتو وهو ملف حساس جدا ونعرف جميعا كيف كان يتعامل ترامب تحديدا مع وجود الناتو كذلك العلاقة مع الصين توترات الشرق الأوسط كيف يمكن أن نتوقع القادم هل سيكون هناك تعاون بريطاني أمريكي فيما يتعلق بهذه الملفات أم يمكن أن نشهد خلافات تظهر وبشدة وبحد أيضا شكرا جزيلا جمانا إن هذا سؤال رائع الحقيقة هي بأن عندما ننظر إلى الوضع الحالي في لندن وفي واشنطن وعندما نمر الأحداث الجارية في البيت الأبيض وفي الكونغرس وأيضا ما يجل في عشرة داونينج ستريت فإن هناك اختلاف في وجهة النظر في التعامل مع هذه الملفات دون شك ولكن هناك دائما تركيز على العلاقة الخاصة التي تجمع بين بريطانيا والولايات المتحدة لا أعتقد بأنه في أسوأ ظروف أن ديناميكية هذه العلاقة بين الرئيس المنتخب دونالد ترامب والحكومة البريطانية العملية الحالية لا أعتقد بأنها سوف تتغير بشكل كبير نحن رأينا تصريحات دايفيد لامي الماضية ولكن تلك التصريحات لم يلقي لها أحد بالا هنا في واشنطن وأيضا لا أعتقد بأن هناك الكثير من الاهتمام بالعلاقات الخارجية حاليا داخل الولايات المتحدة سوف تكون هناك اختلافات ولكن في هذه النقطة يبدو بأن شخصية الرئيس ترامب يعني بأنه لن ينسى من ينتقده سيد جستن يعني ليكون الطرح منطقي إلى حد كبير هذه هي شخصية ترامب الذي يعرفها الجميع جمانة ليست هذه هي النقطة على الرغم من أنه يحمل ضغائن ولكنه أيضا براغماتي وعملي نحن نعرف بأنه اختار نائبا له وجه له انتقادات قاسية في الماضي إنه يتجاوز عن كثير من الأمور لديه سجل وأيضا نحن نعرف بأن وزير الدفاع الذي عينه أيضا كان ناقدا حادا له فبالتالي لديه تاريخ لديه تاريخ من أنه عملي عندما يكون الأمر مصطحاتي فإنه يتجاوز الأمور الحقيقة هي أن لا أعتقد بأنه سوف يكون هناك الكثير من الضغط على عشر داونين ستريت من قبل واشنطن نحن بحاجة إلى كلانا إلى بعضنا البعض نحن بحاجة إلى بعضنا البعض أتوجه بهذا الطرح لسيد فيليب إنجرام العلاقات بين الدول تبنى على المصالح المشتركة في سطرها الأول والأخير ويمكن أن يتغاضى بالفعل ترامب عن كل الانتقادات التي وجهت إليه بل ربما ينسى أيضا نبرة الاستعلاء البريطانية من قبل بعض المسؤولين البريطانيين السياسيين هل من الممكن أن تتمتع بريطانيا بما كان خاصة لدى الإدارة الأمريكية الجديدة؟ ولماذا على ترامب أن يعطي هذا الوضع لبريطانيا دونا عن بقية الدول الأوروبية؟ ومن وجهة نظرك أيضا أعتذروا للإطالة هل بريطانيا قادرة بالفعل الآن في يومنا هذا بكل ما تعانيه على المستوى الاقتصادي؟ على إحياء الشراكة مجددا بشكل أحسن مع الولايات المتحدة أم أنها ستبقى علاقة تابعة ومتبوعة كما يصف البعض هذه العلاقة؟ العلاقة الخاصة بين البلدين مفهومة بشكل خاطئ أنها ليست علاقة سياسية ليست علاقة اقتصادية إن هذه تأتي الإضافة إلى العلاقة الخاصة إن العلاقة الخاصة هي علاقة أمنية علاقة مخابراتية علاقة عسكرية بدأت في الحرب العالمية الثانية عندما بدأت المملكة المتحدة بمشاركة المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة وأيضا المملكة المتحدة سمحت للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام بلديها إنها علاقة خاصة على مستوى الاستخبارات هناك جوانب مادية لهذه العلاقة وأيضا هناك جانب بريستيج في هذه العلاقة فهناك مشاركة في المعلومات بين البلدين لا يمكن بالإمكان تكراره مع دول أخرى لماذا لم تثمر هذه العلاقة وهذا التعاون الوطيد الذي تتحدث عنه عن اتفاق تجارة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب البريطاني وأنت تعلم أن المملكة المتحدة كانت تنتظر ذلك لأن العلاقة الخاصة لا علاقة لها بموضوع السياسة والاقتصاد هنا تأتي العلاقات الشخصية والتاريخ المشترك وتاريخ البلدين يعملان سوية هذا بالإضافة إلى العلاقة الاستخباراتية الخاصة وكما قال المتحدث السابق فأن العلاقة بين البلدين تصعد وطهبت كما تفضل السيد أكرم عطلة طبقا عندما يتغير أنظمة الحكم في البلدين نحن نعرف بأن علاقة ساتشر وريغين كانت رائعة جدا وأيضا علاقة جورج بوش وتاني بلير كانت رائعة جدا ولكن أحيانا نحن نعرف بأن الوضع يتمد على حاكمي البلدين يعني لا أفهم صراحة أو أريد أن أستوضح في هذه النقطة لماذا ننظر للتاريخ فقط حينما نتحدث عن العلاقات البريطانية الأمريكية لماذا لا ننظر إلى ما هو نحن عليه اليوم سؤال لك سيد أكرم هل مصلحة الحليف لا تهتم بها الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة حينما نتحدث عن حليف بمستوى المملكة المتحدة هل مصلحة المملكة المتحدة على المستوى الاقتصادي لا تهتم بها الولايات المتحدة يعني كثير السؤال مهم بخصوصية العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين المملكة المتحدة هنا بالذات لا يمكن فصل التاريخ لأن المهاجرين البريطانيين هم من أنشأوا الولايات المتحدة الأمريكية وباستثناء الرئيس أوباما كل رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية لهم جذور إيرلندية من هنا أجدادهم هنا تشيرشيل عندما هاتف الرئيس الأمريكي بالحرب العالمية الثانية وطلب منه التدخل قال له نحن أخوالكم هذا لا يمكن في هذا الموضوع بالذات لا يمكن فصل التاريخ الحاضر أيضا هذه العلامة مهما شهدت من اختلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لكنها لا تصل إلى مرحلة توتير العلاقة تشهد بعض النفور عدم التطابق ولكن المصالح المشتركة التي نتحدث عنها من الحرب الأمريكية إلى العلاقة مع كوريا الشمالية إلى الصين إلى كل الملفات التي تتعلق ببريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لابد أن تهتم من خلالها الولايات المتحدة بمصلحة الجانب البريطاني والذي في بعض الأحيان يتقدم الصفوف للدفاع صحيح طيب دعني أتحول لسيد جوستن سيد جوستن هل يعقل أن اللقاء استمر لساعتين ونصف بين كيرس تارمر وديفيد لامي في واشنطن مع ترامب خلال الحملة الانتخابية أن يكون الحديث عن شغف ترامب سكوتلندا التي يمتلك فيها منتجعا للغولف وأصول والدته السكوتلندية وحبه للعائلة المالكة لماذا غاب الشأن السياسي عن لقاء من هذا النوع وهل تقديرات الحكومة البريطانية يعني من وجهة نظرك كانت تستبعد تماما مثلا فوز ترامب لذلك اتصر الحديث على هذه الأمور ولم يتطرق إلى الشؤون السياسية والاقتصادية كذلك ربما جمانا في حقيقة الأمر عندما التقى سير كير سارمر وديفيد لامي عندما جاءوا إلى لندن والتقوا بدونالد ترامب كان ما زال مرشحا لم يكن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وكان ليس بإمكان الرئيس وبتأكيد تقدير الأمر يعود إلى رئيس الوزراء البريطاني وبتأكيد هم وضعوا في الحسبان أنه ربما سوف يفوز في الانتخابات وكان عليهم أيضا أن يظهروا المجاملات وأن يظهروا له بأنهم مهتمون بالعلاقة الخاصة بين البلدين ولا شك بأن لندن وواشنطن يدركان بأن هناك خطر تهديد وجودي من الصين وخطر تهديد وجودي من روسيا فبالتأكيد هناك علاقة هناك يدركان حاجة تعميق العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين ولا شك بأن العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية والبريطانية هي أقوى بكثير من قضايا فرض ضرائب على الصادرات والواردات وبعض الأمور الأخرى هذه أمور تناقشها وزارة الخزانة ووزارة المالية في البلدين نعم أيضا جمانا لا بد من إدراك بأن العلاقة مع النيتو بسبب علاقته السابقة مع حلف شمال أطلسي في رئاسته السابقة وأيضا سوف يكون على كيرستارمر وضع صعب وسوف يكون عليه القيام بالكثير من العمل الصعب لعادة العلاقات دفع العلاقات مع واشنطن والحقيقة الأمر هي أن العلاقة الأمر سوف يكون مثير جدا للاهتمام طيب سيد فليب إنجرام كما استمعت لطرح سيد جستن هو تطرق لمسألة الناتو وفي هذه النقطة تحديدا ترامب يرى بأن الناتو كما قال في السابق بأنها منظمة عفى عليها الزمن وفي المقابل المملكة المتحدة بريطانيا ترى بأن الناتو هو رأس حربة لمواجهة كل الحروب المستقبلية من وجهة نظرك هل يمكن أن نشهد اختلافات وتباين في المواقف فيما يتعلق بأهمية الناتو بالنسبة للولايات المتحدة وكذلك بالنسبة للمملكة المتحدة وأوروبا؟ لا أعتقد بأن هناك أي خلاف في فهم ما يجب القيام به تجاه الناتو ولكن ما حصل هو أن الرئيس ترامب استخدم في الماضي استراتيجيات وتكتيكات تجارية لغصب دول الناتو على زيادة إسهامها وزيادة ما تخصصه من ميزانياتها للدفاع هو استخدم سياسات ابتزازية وهدد أعضاء دول الناتو ولكن نحن نعرف بأن الناتو قائم على فكرة أن هجوم على دولة واحدة هو هجوم على جميع الدول وهو يرغب في أن تزيد الدول من نسبة الميزانية التي تخصصها للدفاع بين 2 إلى 3% من ناتجها المحلي وأعتقد بأن ترامب يرغب في أن تتحمل حلف الناتو ومسؤوليات أكبر بخصوص ما يحصل في أوكرانيا في الحرب الأوكرانية الروسية لأن هناك ثلاثة احتبارات حروب محتملة شمال أوروبا وأيضا حرب في الشرق الأوسط وأيضا ما يحدث في جنوب شرق آسيا في بحر الصين وتايوان وغير ذلك فبالتالي ليس بإمكان الولايات المتحدة تغطية جميع هذه المسارح سوية وهي ترغب في زيادة مشاركة دول الناتو سيد فليب إنجرام عقيد سابق في الاستخبارات العسكرية البريطانية كنت معنا على شاشة القاهرة الإخبارية كنت معنا من لندن شكرا جزيلا لك كذلك شكر موصول لك سيد جستن توماس روسل مدير مركز نيويورك للشؤون السياسية والاستراتيجية كنت معنا من واشنطن شكرا لك والشكر موصول لسيد أكرم عطالله فلتتفضل بالبقاء معنا بعد قليل نفتح ملف العدوان الإسرائيلي على غزة وفيه نتابع تسعة أسابيع حتى وصول ترامب إلى البيت الأبيض هل ستبقى خارطة الصراع في غزة ولبنان على حالها أم مقبلة على التغيير تابعونا بعد هذا الفاصل نقدد لكم التحية الرئيس الأمريكي جو بايدن قدم كل ما بوسعه للرئيس الوزراء الإسرائيلي بين يمينة يهول دعم حربه في غزة ولبنان ولم يحصل من اللوبي اليهودي إلا على هزيمة مرشحته كمالا هاريس فإذا تجاوز الجحود كل الحدود قالت واشنطن بوست إن نتنياهو يعتزم أن يقدم اتفاقاً لوقف النار مع لبنان كهدية للرئيس دونالد ترامب وأما الحرب في غزة فإن نتنياهو يريد إتمام الإبادة فيها وأن يضم أجزاء من الضفة الغربية كهدية مقابل الهدية فهل تجري رياح نتنياهو كما تشتهي سفينته والاتفاق الوشيك مع لبنان هل يتحقق فعلاً؟ وأين موقع الحلفاء الأوروبيين على طاولة تبادل الهدايا؟ الرئيس جو بايدن استقبل نظيره الإسرائيلي ليتفاخر بصهي نيته من جديد ويمسح بلاط البيت الأبيض مرة أخرى بتحذيراته من تفاقم المجاعة في شمال غزة بينما كان حليف نتنياهو يعد له طعنة يستحقها في الظهر وما مر يوم على غزة من دون مجزرة بينما رؤوس الحلفاء الأوروبيين تدور دوران التائح الذي يقدم الأسلحة ولا يجد لنفسه مكاناً لا في خطط الحرب ولا ما بعدها والهدية الوحيدة المنتظرة هي تعريفات جمركية أمريكية على سلعهم تكفع اقتصاداتهم إلى الهاوية خطط ما بعد الحرب يكتبها بن يمين نتنياهو ويرسلها إلى واشنطن عن طريق مبعوثه رون ديرمر لأجل المصادقة عليها والعنوان الرئيسي لهذه الخطط هو إعلان ضم الضفة الغربية لأجل دافن حل الدولتين تحت أنقاض غزة وحده أنتوني بلينتون يطرب في حمام تجاربه الفاشلة أطلق من بروكسل رصاصة قالت إن الحرب في غزة أتمت كل أهدافها وحن الوقت لوقتها فرد عليه نتنياهو بكل المدافع نحو جباليا حكومة كيرستارمر في لندن لا تملك قولا إنما تنتظر ما سوف يقول ترامب لكي تنبر طبعا في الدفاع عنه هذا هو الشيء الوحيد الذي تقدر عليه وهذا قد يبدو جحيما سياسيا إلا أن الثقافة البريطانية تقول إذا وجدت نفسك في الجحيم فكل ما عليك فعله هو المضي قدما الأوروبيون ليسوا أفضل حالا فالحكومة الألمانية انهارت وتنتظر التشيع في فبراير المقبل ليخلفها تحالف محافظ ليس أقل ولاء لإسرائيل بينما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غاطس في أزمتها الداخلية وما مر يوم على غزة من دون مجزرة وممثل الأمم المتحدة ينددون بالمجزرة وإسرائيل تسخر منهم ترسل شاحنة طعام وعلى مرأة منهم تقصفها بعد وقت قصير ليأكل الجياع من دمهم والأفق المعتم بغبار القصف يزداد عتمة بمجتمع دولي ترك مصيره لصهيوني يذهب وصهيوني يأتي في واشنطن هل تصنع المأساة حلا في لبنان دون غزة؟ وما هو الطريق الذي سوف تسلكه إدارة ترامب؟ وماذا يمكن لحلفاء الولايات المتحدة المأزومين أصلا أن يفعلوا للخروج من فشل استراتيجي صنعوه لأنفسهم بأنفسهم موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد ونرحب بضيفنا سيدينيس روس المبعوث الأمريكي السابق إلى الشرق الأوسط أهلا بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية أبدأ معك من تصريحات لكم مؤخرا قلتم أنه في حال فوز دونالد ترامب وعودته إلى البيت الأبيض مجددا فلا أحد يعلم ما هي أولوياته فيما يخص الملف الفلسطيني والصراع في غزة ولبنان أيضا الآن بعد فوز ترامب هل مازال عدم الوضوح قائما بالنسبة لكم أعتقد بأن الأمر مازال ليس واضحا ولكن الصحيح هو أن الرئيس ترامب كان واضحا جدا بأنه يرغب في أن يوسع من اتفاقية أبرهام وإذا كان هذا الأمر بالنسبة له أولوية فهذا يعني أنه يرغب في أن تنضم المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية أبرهام وأن تطبع علاقتها مع إسرائيل ولكن السعوديين سوف يرغبون فيما يتعلق بحل الدولتين وجهت نظر الإدارة الأمريكية المقبلة في مسألة إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لا أعلم إذا كنت بعت بأن سفير ترامب المرشح لإسرائيل عارض ويعارض في تصريحات جديدة حل الدولتين بل وينكر تسمية الضفة يعني بموجب القوانين الدولية إسرائيل تعتبر قوة احتلال بالضفة الغربية والقدسة الشرقية وقطاع غزة ما المنتظر من هذه الإدارة المقبلة فيما يتعلق بإحلال السلام يا سيدي وحل الدولتين نحن نتذكر بأن ترامب كان يرغب في بناء دولة فلسطينية ويبدو أنه في حوار بين أبو مازين والرئيس ترامب يبدو أن الرئيس محمود عباس قال أنه مستعد لمناقشة خطته للسلام مرة أخرى أقول أنا لن أركز ولن أضع انتباها كثيرا لما يقوله إنه يذكر نقطتين النقطة الأولى بأنه يرغب في توسيع اتفاقية أبرهام والعمر الثاني هو أنه يرغب في خطته لبناء لإنشاء دولة فلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلية على غزة تحدثتم على ضرورة إدراك الخطوات التي تجعل السلم أمرا واقعا أكثر من السابق حتى كيف يمكن ذلك وإسرائيل تقوم بمجازر شبه يومية في غزة وكذلك الآن لبنان ما هو ثمن السلم بالنسبة لنتانياهو من جهة وثمن السلم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى أم هناك تطابق أسئلة عن إدارة أمريكية مازالت لم تستلمها أنا لا أعرف حقيقة لا أعرف ماذا سوف يكون موقفها ولكن ما بإمكاني أن أقوله بأنه إذا أراد الرئيس المنتخب في توسعة اتفاقية أبرهام فإنه سوف تكون هناك لا بد من إيقاف الحرف في غزة لا بد من اتخاذ قرارات أخرى ولا بد من أن تكون هناك عملية سياسية لإنتاج السلام والبناء يحل دولتين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يرغب في دولة فلسطينية ولكن لأن الشعب الإسرائيلي يخشى من أن تكون الدولة الفلسطينية القائمة تسيطر عليها أحزاب لا ترغب في السلام ونحن نعرف ما حدث في السابع من أكتوبر فربما هناك حاجة لأن يتم تغيير الذهنية في الجانب الفلسطيني لتحقيق السلام بين الطرفين إذا كانت إسرائيل لا ترغب في حل الدولتين أو حتى لا تسعى لإحلال السلام هل الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على إرغام إسرائيل بالقبول بهذه الخطط فيما يتعلق بإحلال السلام أو حل الدولتين؟ سيد دينيس أعتقد بأن دونالد ترامب سوف يكون لديه الكثير من وسائل الضغط على رئيس الوزراء بن يمين ناتنياهو السؤال ليس عما إذا كانت لديه القدرة على الضغط ولكن سوف يكون ما هي أولويات ترامب وأعتقد أنه من الصعب أن نحدد الآن ما الذي يرغب في تحقيقه ولكنه يبدو أنه يرغب في توسيع اتفاقية أبرهام طيب هل الإدارة الأمريكية قادرة على محاسبة إسرائيل من وجهة نظرك؟ لماذا أن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية نحكوم عليها بالنجاح يا سيدي وبالمناسبة هو عنوان لأحد كتبك ألا يعطي ذلك شيكا أمريكيا على بياض لإسرائيل؟ لربما هذا ما أدى أصلا إلى المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في غزة هل يجعل ذلك من الولايات المتحدة شريكا ومتورطا في هذه المجازر؟ هل سؤالك هو إذا ما كانت الولايات المتحدة شريكة في هذه المجازر؟ بالطبع الولايات المتحدة دعمت إسرائيل بخصوص قدرتها على الدفاع عن نفسها؟ لم أسمع الكثير من الانتقادات لما حدث في السابع من أكتوبر عام 2023 ولكن نحن بإمكاننا أن نركز على اتهام الجميع وبالمقابل كانت تركيز على حل المشاكل والإدارة الأمريكية قد قالت وعلى الأخص ترامب قال بأنه يسعى لتحقيق السلام في الشرق الأوسط وعندما يقول ذلك فإنه أنا لا أعرف ما الذي يريد أن يقوم به سيد ناس في عقالة من فضلك هل حل الدولتين قائم أم لا من فضلك؟ بنعم أو لا؟ لا أعتقد أن هناك خيار بديل لأن حل الدولة الواحدة سوف يعدي إلى حرب لما لا نهائي بالتأكيد صعب حل الدولتين لا أعرف الإسرائيليين يعيشون في ترومة والفلسطينيون أيضا يعيشون في حالة من الترومة فبالتأكيد لا أعتقد بأن هناك أي خيار عدى حل الدولتين شكرا جزيلا لك سيد ناس روس المبعوث الأمريكي السابق إلى الشرق الأوسط كنت معنا من واشنطن شكرا جزيلا لوقتك ولهذه التفاصيل شكرا لك إذن نرحب بضيوفنا الكرام من بيتفورد إليستر بيرت وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سابقا كذلك بروفيسور ديفيد ميلر أكاديمي بريطاني ومن واشنطن ينضم إلينا سيد مايك باتريك مورروي نائم مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأوسط أهلا ومرحبا بكم جميعا على شاشة القاهرة الإخبارية وكذلك نرحب مجددا بسيد أكرم عطلة وأبدأ معك مباشرة سيد إليستر الموقف البريطاني من الملف الفلسطيني وفي موضوع غزة والعدوان على لبنان صراحة فيه جدل كبير الموقف نظريا مقبول وقد يعتبر البعض جيد وخاصة فيما يتعلق بتعليق إرسال الأسلحة لإسرائيل لكن من الناحية العملية هو موقف داعم جدا ومساند بشكل واضح لإسرائيل هل تعتقد بوجود تناقض في الموقف البريطاني أم وعذرا لهذا التشبيه تلاعب حكومة المملكة المتحدة إنها حكومة جديدة نحن نعرف ذلك تم انتخابها قبل أربعة أشهر فقط وما زالت تتحسس طريقها والأمر يستغرغ بعض الوقت حتى تقوم بتهيئة الوضع وتعديل طبيعة العلاقة مع إسرائيل وبخصوص أيضا ما يجب اتخاذه بنسبة للحرب الدائرة في غزة وبالتأكيد هناك التزام بدعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها في حالي واجهت تهديدا وجوديا خطيرا مثل هجوم الصواريخ على الإيران عليها ولكن في نفس الوقت الموقف مختلف بالنسبة لما يحدث في الحرب في غزة ولبنان والحكومة البريطانية تدعو بالتأكيد إلى حل سلمي ودبلوماسي لأنه لا توجد إمكانية لحل عسكري لهذه الأزمة يعني صراحة لا نفهم هل الضرر الواقع على الجانب الإسرائيلي يتعادل مع الضرر الواقع على غزة أو على لبنان أو حتى على إيران لأنك تحدثت عن هذه النقطة أتحاول سيد ديفيد ميلر ما رأيك في طرح سيد إليستر بيرت ضيفنا وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سابقا ومن جهة أخرى هل تعتقد أن بريطانيا أو الحكومة البريطانية متورطة بما يحدث للفلسطينيين في غزة ولماذا هذا الدعم المطلق للجانب الإسرائيلي حتى حينما يرتكب إبادة جماعية في غزة حتى حينما يقوم بهذه المجازر في لبنان أيضا ويحاول فتح جبهات متعددة دون رادع أو دون أي حساب من أي جهة في هذا المجتمع الدولي المملكة المتحدة متورطة فيما تثكبه إسرائيل وفي المجازر والإبادة الجماعية التي تحدث في فلسطين وغزة نحن نعرف بأن هناك طائرات تقلع إسرائيلية تقلع من القواعد البريطانية في قبرص وأيضا بريطانيا توفر معلومات استخبارية وتصوير الجوي لإسرائيل لماذا بريطانيا متورطة في هذه الجرائم؟ نفس السبب الذي يجعل ألمانيا والولايات المتحدة متورطة في هذه الجرائم كما نعرف والسبب هو أن البريطانيين والأمريكيين والألمان لديهم مصالح مع السياسات الخارجية الصهيونية وأيضا هناك لوبي صهيوني قوي جدا ونحن نعرف بأنه لأجل ذلك لا يوجد أي فرصة أو سبب بأنه سوف يجعل الحكومة البريطانية تغير موقفها ودعمها المستمر لإسرائيل وصراحة حتى فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية لن أعلم من أين أتى ترومب بهذه الأفكار بأنه قال سابقا أنه لو كان رئيسا لما حدث في غزة ولبنان أتوجه بسؤالي لسيد أكرم وعفوا سيد أكرم هل تعتقد في عقالة بأن الولايات المتحدة قادرة على محاسبة إسرائيل؟ لماذا تحسبها؟ ليس هناك في العرف العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة شيء له علاقة بالمحاسبة هناك تبني كامل لإسرائيل إسرائيل الإبن المشاكس بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لكن هذا الأب مضطر لتغطية ابنه رغم كل المشاكل التي يفتعلها بالتالي موضوع المحاسبة لا الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب دعمت إسرائيل غطت إسرائيل وهي لم تخفي ذلك ولكن تريد أن تنتهي هذه الحرب انتصار واضح لإسرائيل لا تريد أي مساس بصورة إسرائيل لأن هذا سيؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية نفسها لأنه استعادة هيبة الرد على إسرائيل تسييد إسرائيل في المنطقة إعادة هيمنة إسرائيل كدولة إقليمية مهيمنة هي مصلحة أمريكية بالدرجة الأولى لذا تقف الولايات المتحدة بكل ما تملك من قوة بالمال بالغطاء الدولي بالقرار السياسي بالسلاح وأي تصريحات تتعلق بالدفاع عن المدنيين هي مجرد عملية تلاعب من قبل لا هي محاولة إرضاء هي انتهازية أو إحداث توازن على سجل نعم نعم سيد مايكل باتريك مورفوي أريد طبعا وجهة نظرك في هذا النقاش ومن جهة أخرى صحيفة هارتس الإسرائيلية عبرت عن عدم وجود ارتياح في إسرائيل بسبب سلسلة التعينات التي كشف عنها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خاصة وأن الأشخاص المرشحين معروفين بصلاتهم الوثيقة باليمين الإسرائيلي هل دعم ترامب سيكون أكثر مما قدمه جو بايدن لإسرائيل يا سيدي؟ شكرا جزيلا أنكم استضفتموني في هذا البرنامج شكرا لك كنت تسألينني عن الاختلاف المحتمل بين علاقة دعم بايدن ودعم ترامب لإسرائيل لا أعتقد بأن سوف يكون هناك خلاف كبير في كم حجم الدعم الذي يقدمه الرئيس ترامب لبايدن ولقد أظهر ترامب أنه داعم ليس فقط لإسرائيل بل للرئيس ناتنياهو في جميع قراراته وفي جميع توجهاته ولا أعتقد بأنه سوف يبذل كبير ضغط أو جهد لوقف ما يجري في غزة أو لبنان ولن يضغط ونحن نعرف بأنه لا توجد هناك إمكانية لتقديم أي تنازلات من الطرف الإسرائيلي وأيضا السلام يبدو أبعد ومعاناة الناس في غزة مستمرة وأيضا الإسرائيليون يعانون أعتقد بأن هذا الصراح سوف يستمر المعاناة مستمرة وبالأرقام الضرر يقع على غزة وعلى أهل غزة يا سيدي أتحول لسيد إليستر سيد إليستر المملكة المتحدة تواصل تصدير مكونات تستخدمها القوات القوية في جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب ثغرات في القيود التي تفرضها الحكومة على مبيعات الأسلحة هناك ما نعتبر تعليق الأسلحة الحالي هو مجرد مهزلة لأن الحكومة تسخر بشكل من الأشكال من القانون الدولي وتعطي الأولوية لأرباح تجار الأسلحة على حياة أو يعني لكي تكون أرباح تجار الأسلحة أكثر وخاصة بأن ذلك يعني في مقابل حياة الفلسطينيين وتعرضهم للخطر وخاصة المدنيين الأطفال والنساء هل بريطانيا جادة في موضوع تعليق تصدير السلاح؟ وإذا كان الأمر بهذه الخطورة ويمكن أن يعرض حياة المدنيين للخطر لماذا المملكة المتحدة ماضية في تصدير الأسلحة لإسرائيل؟ لابد عليك أن تتحدثي مع ممثل من الحكومة البريطانية أنا ليس بمكان الحديث عن نيابة عن الحكومة البريطانية إن قرار تصدير الأسلحة هو قرار سياسي وقرار قانوني أيضا والحكومة اتخذت قرارا بمنع تصدير بعض الأسلحة وأيضا القطع التي تم السماح بتصديرها كان على أساس بأن هذه القطع سوف تستخدم في الدفاع عن حق إسرائيل في الوجود في مواجهة الصواريخ الباليستية نحن نعرف بأن ما يحدث في لبنان وغزة هو كارثة ونحن نعرف بأن الحكومة البريطانية تبذل كل ما بوسعها لإيقاف هذه الحرب إن ما يحدث هو كارثة ونحن نعرف كيف بدأت هذه الحرب في 7 من أكتوبر نتيجة لبعض التصرفات ونحن نعرف بأنه قريبا ربما سوف يكون بإمكان جميع دول جوار العمل سويا لإنهاء هذا الوضع الأمر ليس متعلقا فقط بالولايات المتحدة وبريطانيا سيد ديفيد ميلر كيف يمكن إيقاف الكارثة التي يتحدث عنها سيد إليستر ورئيس الحكومة البريطانية كيريس تارمر في جلسة للبرلمان رفض توصيف ما يحصل في غزة لأنه إبادة جماعية الذي يجب أن يحدث هو بأن السياسيين في الدول الغربية الذين يمنون بأنه لابد من وقف الحرب عليهم أن يعملوا لوقف هذه الحرب وعليهم أن يبذلوا ضغوطا أكبر نأنات حكومة البريطانية الحكومة الألمانية والحكومة الأمريكية عليهم أن يبذلوا كلما وسعهم وأن يستخدموا أوراق الضغط التي لديهم لفرض على إسرائيل أن توقف هذه الحرب ونحن نعرف بأن هناك نشاطات تقوم بها بعض الجمعيات المناهضة للحرب وإيضا الحق الفلسطيني التي عطلت عمل بعض المصانع التي ترسل قطع الأسلحة إلى إسرائيل ولكن لا بد من أن يكون هذا القرار سياسيا يعني بالتأكيد لا بد أن يكون هناك موقف من شعوب دول الغربية المؤثرة وأيضا لابد من وقف العمليات العسكرية من القواعد البريطانية والتسهيلات التي تقدمها الدول الغربية لإسرائيل نتحدث عن الولايات المتحدة عن بريطانيا نعم وهذا الدعم الذي ينطلق أحيانا سرا من هذه القواعد العسكرية البريطانية مباشرة لتلي أبيب لدعمها في هذه المجزرة أشرك سيد أكرم عطلة سيد أكرم عطلة نحن ننظر للأمر بشكل عام نجد بأن العدل الدولية تتحدث عن هذه الجرائم الإسرائيلية نجد بأن هناك ملاحقات لربما قادمة لبعض المسؤولين الإسرائيليين وبما فيهم نتنياهو نجد بأن هناك تقارير تتحدث عن خشية المجتمع الدولي الولايات المتحدة الأمريكية البريطانيين هناك خشية حقيقية من ما يسمى بالتورط في الإبادة الجماعية وهناك مماطلة في نفس الوقت وتلاعب بالألفاظ والتصريحات من أجل إحداث عملية التوازن اليوم ونحن على أعتاب إدارة أمريكية جديدة مقبلة لا أحد يتوقع تغيير في السياسات حقيقية تجاه بعض الملفات الخاصة بالشرق الأوسط ولكن هناك خشية من الحركة التي نشهدها في الشوارع وعلى العواصم الأوروبية والأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أيضا هذه المظاهرات التي تجوب رافلة لما يقوم به الكيان المحتل في قطاع غزة وأيضا بعض الانتهاكات في الضفة هل برأيك يمكن أن نتحدث في الفترة المقبل عن إحداث أو إحلال للسلام عن حل الدولتين عن رغبة أمريكية حقيقية من شأنها أن تقبر إسرائيل على المضي قدما بتنفيذ ما يمكن أن ينتج عنه حالة من العدل حتى بالنسبة للفلسطينيين هو كثير مهم هذا في ظل تغيير الإدارة الأمريكية وفي ظل حديث الرئيس الأمريكي عن حل نهائي لكن هل يعتقد أحد أن الرئيس ترامب جاء ليحقق تطلعات الفلسطينيين؟ هذا السؤال لإجابته بالنفي قطعا هو قاء ليلعب على الحبلين كما يقول هذا؟ على حساب الفلسطينيين لأنه له تصريحات خطيرة جدا إسرائيل مساحة صغيرة بحاجة لتوسيع شاطئ قطاع غزة شاطئ جميل يمكن الاستثمار فيه بالتالي يمكن نقل الفلسطينيين من غزة بمعنى هو يتحدث عن مشاريع ولبروفا اللي عملها بصفقة القرن هي بروفا مخيفة للفلسطينيين تقدم الحل الذي يراه ترامب الآن صفقة القرن زائد صفقة القرن ناقص كلها تنتخص من حلول من تطلعات الفلسطيني وبالتالي سيقدم حلا هذا الحل لن يقبل الفلسطينيين لن يقبله ستقبل إسرائيل حجم التنسيق مع بن يمين نتنياهو حجم التنسيق مع الإدارة والحكومة الإسرائيلية طبية الإدارة التي تم تعينها وتقاربهم من الفكر اليميني الإسرائيلي بمعنى السفير يقول أنه فيش شي اسمه مستوطنات وفيش شي اسمه الضفة الغربية يعني الجواب بان من العنوان نعم طيب سيد مايكل باتريك موروي لو أردنا أن نخصص بقي من هذا النقاش لبلورة رؤية يمكن أن تتبناها الإدارة الأمريكية أن تتبناها المملكة المتحدة أو المجتمع الدولي في الفترة المقبلة فيما يتعلق بغزة ولبنان وما قامت به إسرائيل كيف ستكون من وقت نظرك في عقالة؟ أعتقد بأن إدارة ترامب الثانية سوف تركز بشكل كبير على ما يعرف على توسعة ما يعرف باتفاقية أبرهام واتفاقية القرن ورئيس ترامب والكثير من أعضاء إدارته بما في ذلك صهره يرغبون في إشراك بعض الدول العربية الكبرى في صفقة القرن اتفاقية أبرهام بالتأكيد هذا سوف يتضمن وقفا لإطلاق النار ربما هدنة مؤقتة أو طويلة الأمد وأيضا عملية سلام باتجاه حل الدولتين ربما هذا يحدث أو لن يحدث ولكن إذا رأينا الأشخاص الذين اختارهم ترامب أو الشخص الذي اختاره ترامب ليصبح سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل نرى بأنه لا يؤمن بوجود الضفة الغربية هو يؤمن بيهودة والسامرة وأيضا قال بأنه لا يرغب في وليس من المنطقة أن يكون هناك وقف إطلاق النار في غزة إذا كان هذا مؤشرا فإنه ربما ربما سوف يكون رئيس ترامب أكثر تأييدا لإسرائيل أكثر دعما لنتنياهو ولأهداف نتنياهو مما كان عليه في دورتي السابقة بأن بموجب القانون الدولي تعتبر إسرائيل قوة احتلال بالضفة الغربية والقدس الشرقية وكذلك قطاع غزة شكرا جزيلا لك سيد مايكل باتريك موروي نأب وسعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأوسط كنت معنا من واشنطن شكرا موصول لك أيضا من بيرمينغ هامل بروفيسور ديفيد ميلر أكاديمي بريطاني وشكرا لك سيد إليستير بيرت وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سابقا وكذلك الشكر لك سيد أكرم مع طلاء الكاتب والباحث السياسي شكرا لك إذن وصلنا لنهاية هذا النقاش نرسو تطورات الأحداث لنفتح ملفات أخرى الأسبوع المقبل تابعونا ترجمة نانسي قنقر